خطط سيد هواز تخطيطا عجيبا فأخرج النساء والذرار والأموال حتى لا يفر أحد من ديشه فيقاتل قتالا مريرا يدافع فيه أولا عن أعراضهم ثانيا عن أولادهم ثالثا عن أموالهم رابعا عن أرضهم واستمر مالك بن عوف النصري في الحصار واستطاع أن ينتصر في أول الأمر على رسول الله ثم انتصر النبي بتأييد من الله ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين أنزل الله من عنده سكينة وجندا وثباتا فانتصر المسلمون على مالك بن عوف النصري وأسروا عددا كبيرا من الرجال والنساء والذراري وأخذوا الأموال وغنموا غنائمة عظيمة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل في مكة بمكان يقال له الجعرانة فلما يئست هوازن من حرب رسول الله أعلنوا إسلامهم وقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانا من خبر الشيماء كما ذكر الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وذكر ذلك أيضا البيهقي في شعب الإيمان وذكر ذلك أيضا البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه من أذرك منكم بجاد وبجاد هو زوج السيد الشيماء من أذرك منكم بجاد فلا يفلتنه فجاء بحثوا عنه فجاءوا به ومعه الشيماء ومعه النساء والأسر من هوازن وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينما هم يقودون بجاد والشيماء أي أصحاب النبي يقودونها ليذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يعنفونهم أو يعنفون بجادا والشيماء وهم لا يعرفونها وهي تقول لهم تعلمون والله إني لأخت صاحبكم ما تعملوش فيا كذا ما لكم تغلظون علي ما لكم تعنفوني ما لكم تسيئون إلي فأنا والله أخت صاحبكم وهم لا يلتفتون لها ثم جاءوا بها حتى قدمت على رسول الله وأقاموها بين يديه ومعها بجاد هنا لقاء الأخت بأختها بعد قرابة خمسة وخمسين عاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في بني سعد قرابة خمس سنوات من أول عمره وعمر النبي الآن يوم فتح مكة قرابة ستين سنة يعني بعد خمسة وخمسين سنة لقاء الأخت بأخيها كيف كان تصور لنا الشيماء هذا القدوم على سيد الأنبياء وتقول فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت والله إني لأختك من الرضاعة إني لأختك من الرضاعة من الرضاعة فقال لها النبي وما علامة ذلك إيه الدليل إيه البرهان قالت عضة عضتنيها في عضدي وأنا متوركتك طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل وهذه من الأحاديث الضعيفة التي ذكرها أصحاب السير والتاريخ ذكرها ابن سعد وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال فلما قالت له عضة عضتنيها في عضدي وأنا متوركتك قلنا أنها كانت تحرص عليه فإذا جلس لا تجلسه على الأرض تجلسه على رجليها حنان الأخت والأم والأم بابنها بل بأعظم من حبها لأخيها قال فلما علم النبي صدقها اسمع اسمع إلى الخلق العظيم وكيف عامل النبي أخته من الرضاعة ليس من النسب ورسول الله هو معلم الأخلاق سيد الأخلاق هو الذي وصفه ربه عزب جل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم أدبني ربي فأحسن تأديبي هو سيد في كل شيء في كرمه وجوده وإحسانه وبره ووفائه ورد الجميل ومقابلة الإحسان بأحسن منه هو الذي روى لنا كما عند أبي داود والنسائي وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه الله أكبر على الخلق انظر إلى التربية انظر كيف يربي النبي أصحابه وكيف كان النبي قدوة في الإحسان بل كان رسول الله من هديه وحسن خلقه يرد الإساءة بالإحسان ويدفع السيئة بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم المحروف لا ينسى عند أهل المرؤة وأهل الفضل فلما قالت له الشيماء إن أختك وعلامة كذا فرش لها النبي بصت لها رداء صلى الله عليه وسلم تعلم أيها الأخ كيف تعامل أختك الضعيفة المحتاجة التي جاءتك تلجأ إليك تأوي إليك هل تصدها هل تغلق الباب في وجهها هل تقول لها إن جلست تجلسي بأجب إن جلست تجلسي وتنفقي على نفسك إن جلست لا تفتحي فمك كيف تعامل أختك كيف تحرص عليها كيف تقدم لها المعروف كيف تحسن إليها وإن لم تحسن هي إليك اسمع بصت لها النبي رداء صلى الله عليه وسلم وبشى وهشى وابتسم وفرق ويعني رحب بها يا هلا يا مرحبا كيف أنت وكيف حالك وكيف كان الزمان وكيف أمك وكيف والنبي يرحب بها صلى الله عليه وسلم ثم قال لها الكلمة التي رواها الحفظ ابن حجر في الإصابة وابن الأثير أيضا وابن عساكر قال قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئتي عشتي وأقمتي مكرمة إن شئتي وإن أردت أن تعيشي هنا معي مكرمة محببة أمتعك وإن شئتي وإن شئتي بقيت هنا وأقمت معنا محببة مكرمة وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك أمتعك وأردك فقالت بل أرجع إلى قومي فأمتعها النبي أعطاها متاعا جملة محملة أموالا عطايا أعطاها خادما وخادمة عبدا وأمه وأكرمها أعظم إكرام لترجع إلى قومها وخيرها النبي إن شئتي عشتي في بيتي مكرمة محببة وإن شئت عدتي وأكرمك فقالت بل أعود فأكرمها ومتعها وأعطاها غلاما وجارية قالت بني سعد فزوجت الغلام للجارية وأنجب أولادا ما زالوا في بني سعد